سوف نقوم الآن بشرح شاشة عمل النسخة الاحتياطية واسترجاعها يتم الدخول إليها من نسخ واسترجاع البيانات عمل نسخة الاحتياطية في البداية ماذا يقصد بنسخة الاحتياطية من أجل أن تقوم بحفظ كافة البيانات التي قمت بعملها وإدخالها في النظام من عمليات الحذف أو لا قدر الله فرمتة الجهاز أو سرق عليك الجهاز يتم عمل نسخة الاحتياطية ويضع هذه النسخة مثلا بالقرص DC حسب ما تريد أو يتم حفظها في Flash أو في CD أما خطوات عمل نسخة الاحتياطية من أجل أن نقوم بحفظ جميع البيانات المحاسبية والمالية في البرنامج نقوم بالضغط على عمل نسخة الاحتياطية ثم نقوم بتحديد مسار هذه النسخة مثلا القرص D ثم نقوم بكتابة رقم النسخة مثلا واحد ثم نقوم بعملية هل تريد عمل نسخة الاحتياطية؟ نقول لهم نعم تم عمل نسخة الاحتياطية وليها الحمد نقوم بالخروج لنفرج جدلا أن الجهاز تم فرمتته أو سرق وأنت لديك نسخة في Flash أو في القرص D وتريد الآن أن تقوم باسترجاع جميع العمال الذي قمت بعمله فقط تقوم بتحميل برنامج المحاسب الأول مرة الأخرى والدخول إلى نفس الفرق ثم تقوم بالدخول إلى التحكم نسخة نقوم بعملية استرجاع النسخة الاحتياطية النسخة الاحتياطية موجودة في القرص D سوف تظهر هذه النسخة نقوم بالضغط عليها ثم نقوم بعملية استرجاع هل تريد استرجاع النسخة نعم هل نعم تم استرجاع النسخة الاحتياطية بهذا نكون قد استرجاعنا جميع البيانات التي قمنا بعملها سابقا شكرا